الأهل سيدنا بقم الطلبة والمدارس والمدارس والكلام أهل الطلبة في حاجة اسمها ثقافة نهارت ثلاثين سنة ثقافة نهارت العالم يتقدم كده في كل حاجة يتكلم عن تقدم الإيجابي الإيجابي ونحن ثلاثين سنة لم نتقدم لم نتقدم دي معناها أننا نعملين كده تفتكر عدم التقدم انت ثابت مكانك عدم التقدم ده انهيار انهارت الثقافة المصرية انهارت العصر اللي احنا فيه أولياء الأمور دولة هما ناتج الثقافة التمع والثقافة فأفكارهم والغالبية منهم ملوثة يعني مش سليمة بالنسبة لعلاقتهم بالمدرسة والعلاقتهم بالتعليم والعلاقتهم بالتربية تربية دي وقت كل الناس يقولك رب ولادكم يعني رب ولادكم ما الولاد دي وقت بيروحوا المدرسة يعني يعملوا حاجات غريبة يعني تربية رايحة هناك وخلص بتطمحل دي حقيقة واقعة الثقافة بقى نشوفها في الامتحانات مثلا ثانوية عامة وتلاقي البكاء والسويت والعيات وأولياء الأمور قفين برا قدام البوابات والغش بالإكراه والغش بالسياسة وانت مفتري ما زبتهمش غشوا ليه حاجات كتيرة 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 عديدة عديدة كلنا عارفين ان احنا بنقيش عصر الثقافة منهارة بسبب الثلاثين سنة عصر الثبوبة بس السؤال انا عاوز برضو اواجهه لحاجاتك اسألك حديثة انت دلوقتي بتقول انهيار وبتاع تمام مفيش مشكلة بسانوية عامة هل ده العامل الاساسي الثقافة العائلة ولا المدرسة والتعليم هما الاثنين بعض مشكلة في الاثنين في العائلات وفي الدراسة النهاردة احنا كطالبة او طالبة بيروحوا مدرسة احنا ما شفتش ان مثلا طالب النهاردة هنقول مثلا مقارنة بأمريكا واوروبا بيروحوا مدرسة بيخلصوا ويرجعوا يعملوا الهومر بتاعهم حتى اهلهم ملهمش دعوة بيهم انما احنا عندنا هنا انت ممكن تروح مدرسة تسأل يقول انت سأل على ولادك او كده يقولك لا انت مش مهتم بيه في البيت انت زاكله طب انت لازمتك ايه كمدرسة لازمتك كمدرسة ايه ولازمتك ايه كمدرس هي دي النقطة انت فيه هنا لينك مفصول ومش موجود اللي هو دليل على كده انت العالم كله ما فيش حد بياخد دروس خصية مين ولا اوروبا ولا امريكا بياخد دروس خصية صح؟ احنا عندنا في مصر لازم دروس خصية بالاضابة بقى الحاجة تانية عاوز اضيفها لك ان انت عارف في امريكا في انت عندك الهي سكول احنا مثلا ايه بيبتدوا بيجوا يعملوا معهم ايه الهاي سكول او مثلا الهي سكول او مثلا بيجوا يعملون ايه الطلبة المتفوقين فيهم بيخليهم يتطوعوا للطلبة اللي موجودين في ابتدائي واعدادي ودي بعد كده بالنسبة لهم بتبقى فحقهم بياخدوا بعد كده من المدرسة ولما بيروحوا يقدموا للجامعة بيخفضوا مصاريف ويبقى دي حاجة كويسة في صفهم دي ابسط حاجة في ما بيعملوها نرجع نقطة الاهل المدرسة والاهل مسؤولين عن تعليم ولادهم يعني المسؤولية مشتركة المدرسة بتنتهي مثلا معتها ساعة ثلاثة ساعة اربعة ساعة اثنين من الساعة بقى اربعة لغاية تاني يوم الصبح دي مسؤولية الاهل في البيت يعني الاهل بيشاركوا المدرسة مية المية في مسؤوليتهم لتعليم ولادهم المدرسة مش مسؤولة مية المية لكن الاهل المسؤولين بقى تلتمية المية بس ده على المستوى العالم كله ده ما بيحصلش في العالم كله ايه في امريكا اولياء الامور تلاقيهم يعني يعني بس ما بيحصلش يذكرونهم ما بيذكرونهم شي ماشي بس بس يسألوهم عملت ايه ومعملت ايه ومعملت ايه احبارك ايه ومعملت ايه ايه عشان هما تريند اللي هما عندهم يعني فيه في التربية يعني العائل الصغارين هناك فيه سيستم يعني كانوا تبريكت تقول بلوسيو بد عليك يعني مش يظهر فانت هناك هم بيشرفوا على ان الولاد ماشيين كواس في المجرس وبيشرف بجد مش بطريقة عشوائية لا هاتلو مدرسي في البيت ما بفيش الكلام ده اناك عارف فيه معاد الامام لما مكانت الشعار لقي شغل فقالولو بيشتغل مدرس فراحل الست دي الوقت قالتلو الوقت بيحل حاجة جابتلو الكوسة يقشرها تيابني مش شغال لماذا ساعة لم تتوقف 10 مائة كثير ام الملوخية المسألة ضائعة لا الاهل تعرفين مسؤولياتهم انا اتكلم عن غالبية لان انظروا للمجتمع الغالبية لا الاهل تعرفين ربه ولا تعرفين يزبطه التعليم والمدارس فيها مشاكل من المسؤول اتكلمنا على الوزارة والخطط المدارس والعائلات الاعلام القنبلة الزرية التي تضرب في المجتمع المصري كل يوم افتح المسلسلات المصرية ستجد الان مشاهدون احبهم واحدا مماشر واحدا مماشر ام يصرخوا وزعاقوا البعض ام لا تصلح ام الاقلات بايمة مشة اعلم بقى اعلام بيهدم بيهدم ثقافة المجتمع دي حقيقة لعلمك انا بفكر انا كده كده في حالة جماعة تتحمل على الميديا وتأثيرها على الاسرة المصرية او عمتا يعني يعني على الشباب الميديا لها جامد جدا جدا والقنوات الفضائية كوارث احنا النهاردة ما بنعملش مراقبة لأولادنا هم بيتفرجوا على ايه ولا بيشوفوا ايه ولا الكلام دا كونه رغم ان انت لو بصيت هتلاقي في امريكا واوروبا ان الميديا بالنسبة لهم يبتلت يعني حاجة فعالة للتعليم بالضبط يعني النهاردة في ناس كتير في امريكا يفتح اونلاين لان هم انت عارف هناك open book ويخشوا على الميديا يخشوا على النات ويطلعوا ويعرفوا معلومات جديدة احنا ما بنعرفش معلومات جديدة احنا نتفرج ايه اللي بيحصل وايه الحاجات اللي بتحصل في الميديا يبقى قادي الاعلام لو انت تفرجت على اغلب الافلامة امريكاني هتلاقي ان البطل لازم يسعى لتحقيق هدفه مفيش حاجة اسمها معرفش لا انا زهيئت حاسيب الشغل اروح حتى تانية لا انا زهيئت فمش مكمل لا هتلاقيه مسر انه يكمل ويفشل ويكمل ويفشل ويكمل انهم بيبنوا ثقافة الاستمرارية الاستمرارية للنجاح فين احنا عندنا كده ان الخير لازم يبان ويظهر وينتصر ويقعد يكافة حتى ينتصر لما دي كلها مؤسرات حاجة بقى تانية الانترنت بقى من ساعة الساتيلايتس مشتغلت والاطباق والانترنت وكده هتلاقي الناس كلها لابسة جينز واخر موضة ومزبطة نفسها وشعارها وكده ياخدوا الشكل الخارجي خش على المخ يا ترى خدوا الفكر يا ترى بنعلم ولادنا صفة القراءة من هما اطفال احنا بنعلم ولادنا يقرؤ بنعلم بعدنا ونفسنا القدرة على تقعد مع ناس عادين كلهم بيكلوه مع بعض كلهم بيسترخوا مع بعض روح اتماع المرة حضرت اتماع وكانت اول واخر مرة حضروا في الجروب ده كنت جاي من شركة امريكاني اساسا وحضرت اتماع كان فيه تقع 12-13 كلهم بيكلوه مع بعض في نفس الوقت بصوت عالي الصوت عمالي على هنا اكتر وانا اكتر وانا اكتر وكلوا بيكلم مع بعض مين اللي بيسمع صح لما 13 كلهم مع بعض مين اللي بيسمع هو ده الواقع المؤلم تنمية قدرة على الاستماع قدرة على القراءة دي اول قلمة في القرآن اقرأ صح هي النقطة اللي حاج بتكلم عليها دي انا شوفتها جماعة في امريكا بالذات او في يوروبا عمات انتبص تلاقي تلك بالسابوي كله مسك كتب وبيقرب وإيبن حتى لما كان فيه ناس مسكة الموبايل بتحهم انا فاكرا هم بيبعثوا شاتنج او الكلام ده كله لقيتهم ان هم منزلين الكتب على الموبايل وكلام دا كله وعملين اقرأ وده الفرق احنا عندنا هنا فقدنا يعني قدرة على القراءة او هواية القراءة برا العالم كله احنا فكرهم ايه الناس دي ابداع احنا بالنسبة لنا بناخد المعلومة صافية اوكي الناس دي بتقرأ وبتبدع انت عشان تبدع لازم تقرأ وتخش في مجالات وتعرف وتبني شخصيتك انما متاخدش النوتس كده جاهزة اوكي النهاردة جاتلي حاجة على السوشيال ميديا عرفتها انت عرفت ايه هل انت بتصدقها هل كل ما هو نازل على السوشيال ميديا يصدق صحة ولا غلط فالقراءة عامل اساسي من زمان في العالم كله الحد النهاردة كله انما مين دلوقتي كله مسك الموبايلات قاعد بيلعب جيمز يانما داخل على اليوتيوب او تيك توك او الكلام ده كله فقدوا اللي هي الحاجة الاساسية في حياتهم اللي هي الواجب عليهم في السن ده القراءة وبيبقى ناس برضو كبيرة والحد ما بيق يعني ارزل العمر لاقيهم بيقروا في المترو المترو الانفاء وفي اماكن كتيرة في الشارع صح ولا غلط صح طبعا اااا فقدلنا خطة التطوير طبعا لازم يشارك فيها الاهل وكل مديري المدارس واللي تحتيهم والمدارسين وكل ما اللي له علاقة بالتعليم لتحقيق نهضة تعليمية يعني احنا عندنا فريق الكورة المصري الفريقة الكبيرة بنجيب لها بنجيب لها مدارب اجنبي غالبا بيكون مدارب اجنبي خلاص لو مش عارفين ان يشغل منظومة للتطور واصلا دي مسألة يعني حياء او موت انت لو ما طورتش التعليم لا لكش مستقبل بالشوية الاراضي والمضل والحاجات الجديدة هي تاني مستقبل هو ميلي هشغل حاجات دي كلها الانسان لو ما طورتش الانسان لا مستقبل لا مستقبل يعني لا مستقبل فحنا لازم نعمل خطة تطوير جمدة سريعة urgent وتتقسم short term plan long term plan وحاجات كده ترجمة نانسي قنقر